ترجمة نانسي قنقر هو اله ابدي فمراسي ومراسك الابدية في حياتك هو الصحق الشيطان تحت الاقدام فمراسي ومراسك عدو الخير تحت الاقدام مهزوم السلحة المحاربات ليست مع دم ولحم السحة محاربتك ليست مع اشخاص مع ارواح الشر اللي بتحرك هؤلاء كمان مرة ارفع ايدك معايا لو تحبه اعلن كده ليه انتصار ليه خلبك انتصر فيك غالب فيك براسنا من مجد الى مجد ومن قوة الى قوة كما من الرب الروح من مجد الى مجد ومن قوة الى قوة كما من الرب الروح اشتركوا في القناة أرى مريك الماكدير راكبون على الساحة ويعطي صوته ناعد الأرض وقرى حبوبه يا أشبي يغسل كل الأداء الكل يعبدون الكل يكتبون وقرى مريك الماكدير راكبون على الساحة راكبون على الساحة ويعطي صوته ناعد الأرض وقرى حبوبه يا أشبي يغسل كل الأداء الكل يعبدون الكل يعبدون الكل يعبدون موسيقى 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 في الأعالي وصنع 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 في الأعالي وصنع وصنع نتالي دوغينا يقفو على الأسوار يطلب الرحمن يوقف القضاء أراك مش عين ضعطاء روحك يبصو العظام يقوم العافر يصير مثل دوغ أراك نتالي دوغينا يقفو على الأسوار يقفو الرحمن يوقفو البضاء يقفو أراك تشعي لنضاء روحك يبصو العظام كوم العافر يسيروا مثل جو وصنّى 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 في الأعالي وصنّى 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 في الأعالي وصنّى 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 في الأعالي وصنّى 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 في الأعالي أراضي كل مدّي نات Active وعلى الزهام يعتقّق الله بداعّد الأرض أراحكم وياشفك جثّد كل الأزام وكلّو يا وطرف كله يأخذون وصنب 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 الأعالي وصنب 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 الأعالي وصنب 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعنية طول الطريق فكب طلتك تعليق انا بحبك يا راه انا حقودك يا راه انا حقودك يا راه من البيتون الطريق عشان الخوف من النار اهل الطلب الكريم وعنية طول الطريق فكب طلتك تعليق وعنية طول الطريق اهل الطلب الكريم وعنية طول الطريق يسوعي 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 بدينا مشابها مرني محبها يسوعي يسوعي بدينا مشابها مرني بحبك بحبك يسوعي يسوعي بدينا مشابها برني بحبك بحبك يسوعي يسوعي أنا بحبك يارا بحبك بعبك يارا تماما بحبك أنا قلبي طول الطريق هاي الطرم لي وحيا طول الطريق هاي الطرم بحبك يسوعي بدينا مشابها برني بحبك بحبك يسوعي بدينا مشابها برني بحبك 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 يسوعي بدينا مشتغك برني بحبك بحبك يسوعي بدينا مشتغك برني بحبك 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 انسى كل ناس وليك انسى المجتمع ركض الابن للقاب وركض الابن للابن في قصة الابن الاصغر الابن رجع البيت وركض الابن انسى كل حاجة حوالك انسى نفسك انسى عبادة انك بتنسى نفسك بتنسى كل شيء ولا ترى الى الاب واحد ولا ترى الى الاب المنتظر ان يعطي حضنه يعطي محبته يعطي خاتمه يعطي ثيابه يعطي نعمته ده اللي احنا بنقف قدامه امام الاب السماوي على حساب الابن يسوع بدل الدم الرب يسوع بنقف في محضر الاب والاب يجري لك اب يجري ويقع على عنقه مكتوب وقبله احتضنه وقبله البسه الحلة الاولى وضع خاتم في يديه ابو يا السماوي ايو بنعظمك انك مستحق العبادة مستحق السجود مستحق نقلبنا تلمسك مستحق ربنك تملى كيان كل واحد وحده فينا وتملى هذه القاعة من نيران حضورك مستحق ايوه السماوي انك تملأ وتشعل هذا المكان بنيرانك ابو يا السماوي خد طريقك في هذا المكان خد طريقك في سلطان في اسم الرب يسوع املى هذا المكان بنيران حضورك اطلب معي مد ايدك اطلب معي نيران اختراقات محددة لحياتك نيران اختراقات في الروح لخدمتك لأفكارك لزهنك لبيتك لأبوابك اطلب نيران اختراق في سلطان وفي مسحة اختراق ازمنة لاختراق تكرار ودورانات لاختراق مواقف غير معبرة في حياتك مش قادر تعبرها في مسحة للاختراق في مسحة للعبور باسم الرب يسوع اطلب هذه المعونة اطلب هذه النيران اطلب الالسان النارية المنسكبة من اجل اختراقات في الروح على حياتك وعلى حياتك باسم الرب يسوع ابويا السماوي فتح لأبواب مغلقة لا دوران في حياة اي حد هنا او بيستمع لكن يا رب اختراقات في الروح باسم الرب يسوع اشجعك مد ايدك او ارفع ايدك او كن حر قدام الرب مد قلبك قدام الرب قولوا رب نهاية لدورانات نهاية لوقفات محددة نهاية للرجوع للورا نهاية للخيرة ايه القرارات اللي جاية نهاية لهذه الزمن من الدوران والحيرة واختراقه في الروح يا رب اختراقه في النور نور على الطريق نور على رجليك باسم الرب يسوع انت سراج لرجلي كلامك نور لسبيلي باسم الرب يسوع يشرق على طريقك نور نعم هذا هو وعد الرب يضيء الرب نوره على طريقك على اقدامك يعطيك مسالك مستقيمة فلا تعتسف فلا تتقلق العقبات ولا تصطدم بحاجر رجلك يعطي نور لسبيلك يعطي نور لطريقك يعطي نور لأقدامك اطلب من الرب قيادة بوضوح نور على طريقك اختراقات في الزمن باسم الرب اختراقات في الروح لا دوران فيما بعد نعم تنبأ كده على حياتك في بداية هذا الاجتماع لا دوران فيما بعد لا دورانات الرب يشق امامك الجبال الصخور البحار هو عمل طريق في البرية عمل طريق في البحر عمل طريق في الجبل صدق معي باختراقات الرب مسحة اختراقات الرب بسلطان اللي بيفجر اللي بيعوض عن سنين دوران اللي بيشق لعنة الدوران اللي بيكسر كل امور بتقف بتؤدي الى دوران في حياتك الروحية وفي ايمانك باسم الرب يسوع نعم كلمة الرب يقف على الأطواب يقلب الرحمن يقف القضاء سماء تلمس أرضك تختارك باركت تشعل النهضة روحك عيضة لعافر يقوم العافر يستيلو مثل دو باركت تردو جيلا الكل في الكل 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 يقوم الرحمن يقوم الفضاء راكت رحضة باركت تشعل النهضة لعافر يقوم العافر زيرو مثل دو وصنى 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 في الاعال رحب الملك الداسل وصنى 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 في الاعال وصنى ويصنى ارا مليك المكسد ارا مليك المكسد ونساك بورنا انت حال يا بصوته يتاعد الأرض أرا حبه ياشمي يغفل كل الأثان كله يعبد كله يغفل كله يغفل أرا مليك المجز أرا مليك المجز تاكدون على السحاب يغفل صوته يتاعد الأرض أرا حبه ياشمي يغفل كلنا كله يغفل كله يغفل أصنف 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 الأعليم أكد أخو أصنف وصنّى، وصنّى في الأعليم وصنّى، وصنّى، وصنّى في الأعليم يسوع دخل في المجيء الأول، فارتجل في المدينة يسوع يأتي ويستمر في الاتيان يسوع عينات جولان يتشدد مع القلوبهم كاملة نحبه المنتظرين مجيءه، اللي بيتوقعوا مجيءه، اللي بيستقبلوا مجيءه كل يوم أبو يا سماوي بنرحب بمجيئك، بنرحب بسلطانك، وبنرحب بجبروت شذورك في هذا المدينة هل يكون المدينة؟ رب صالح جداً؟ نضع قاية في الأول على الشاشة في أشعية 56 عدد 7 نتصور كثيراً أن أي شيء تعملها أو تعملها معنا قدام محضر الرب، نحن نعملها في العالم الطبيعي ولو أنت كل إدراكك بالعالم الطبيعي، اختباراتك بتبقى طبيعية لكن في حاجة بتحصل لما نفسيتك وزهنك، أنا بقصد الحروف والكلمات لما نفسيتك وزهنك تقول أنا دخل أصلي أو نفسيتك وزهنك تقول أنا رايح اجتماع أو نفسيتك وزهنك تقول، شوف بقول نفسيتك وزهنك يقولوا أنا عايز أقضي وقته قدام ربنا في حاجة بتحصل القنوات لأنه ده مش قرارك مهم، اختيارك مهم فلما نفسك وزهنك بيقولوا أنا دخل اجتماع أو أنا هاعد مع ربنا وأنا هصلي الساعة اللي جاي أو الوقت اللي جاي أو أنا هعبد الرب في طاقة بتتفتح في داخلك وفي طاقة بتتفتح أو معروضة لك فوق طبيعية ليس على المستوى الطبيعي لكن قبل أن أذهب على المستوى ليس طبيعي أو المستوى الروحي كثيرا نقول لنا دخلها صلي أو أنا سأعبد الرب أو أنا أحضر اجتماع أو أنا أرنم ترنيمة أو أنا أعزف في الاجتماع وأعمل كل هذا برغم أن أخذ القرار أن أقدم هذا للرب أعمله على المستوى الطبيعي لما أعمله على المستوى الطبيعي اختباراتي في المقابل بتبقى طبيعية بعمل 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 حاجة لما نفسك وزهنك بيأخذوا قرار أنا هعبد الرب أنت فتحت الفوق طبيعي المعجزي الروحي اللي بره المحسوس واللي بره محدودية الجسد بتاعتك وفتحت نفسك لمجال من الروح لا يوجد دعوة بالطاقة اللي خرج منك لكن ليت دعوة بأن كل شيء خرج منك لها مضاعفات قوية هشرح لكم ليه بقول كده خلي أقرأ لك الآيات الأول الآيات الحلوة في عدد سبعة وحقول لك دولا من معطال مين حالا في أشعية ستة وخمسين عدد سبعة آتي بهم إلى جبل قدسي آتي بهم إلى جبل قدسي أفرحهم في بيت صلاتي محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي آتي بهم إلى جبل قدسي أفرحهم في بيت صلاتي محرقاتهم وذبائحهم صلواتهم يعني وتزبيحتهم مقبولة على مذبحي لأن بيتي بيت صلاة يدعى لكل الشعوب الآيات دي اللذيذ في الآيات دي هي معطاء للخسيان ولأبناء الغريب تقرأ كده في عدد أربعة هكذا قال الرب للخسيان في عدد ستة أبناء الغريب الذين يقتنون بالرب ليخدموا إذن الآيات بتاعة آتي بهم إلى جبل قدسي وفرحهم في بيت صلاتي محرقتهم وذبائحهم صلواتهم تزبيحتهم مقبولة على مذبحي بيت بيت صلاة يدعى معروضة ليس للخسيان الخسيان اللي لا عندهمش قدرة على الإثمار أو الإنجاب لا عندهمش الطاقة أو القدرة أنهم يقفوا كرجال ويأتوا بصمر قدام الرب بدأت تعبير الخسيان الروحي وبالتالي يعني الناس لا عندهمش القدرة على الوقوف في بيت الرب أو الإتيان بأي ثمر أبناء الغريب ويقول الدولة لو وقفوا في المكان دولة ده لو قالوا لو أخذوا القرار بسيط على مستوى النفس دولة أخسيان دولة أبناء الغريب دولة اللي لم يفهمش طاقة روحية عالية أخذوا القرار عايزين نقف في بيت الرب عايزين نعبد الرب بيتفتح ليهم المجال المعجزي أأتي بهم إلى جبل قدسي وفرحهم في بيت صلاتي محرقتهم ودبائحهم مقبولة لأن بيتي بيت صلاة يدع يعني دعني أخذ عملي ملحوظة وللاحظة أحد يقول أنا جاهل الاجتماعي أنا أصلي دلوقتي أصلي حتى أنا لا أتكلم عنك أتكلم حتى على الستيج وتجد أن يعزف أو يرنم أو حضرتك واقف ورفع إيدك لكن أنت ليس مدرك أن أنت فتحت نفسك لأن أخذت القرار نفسي حتى نفسي فتحت نفسك لطيار المعجزة فتجد واحد رفع إيده لكن بص حوالي ما حصل هنا حبيبي أنت معروض لك أنت واقف قدام جبل قدس الرب أنت واقف وعندك فرصة أن كل ذبيحة كل صوت خارج منك يعمل معجزة محرقتهم ودبائحهم مقبولة قدام الرب أنت واقف في حتة على مستوى شخصي ليس لكي خاطر الاجتماع ليس لكي قدتك ليس لكي أعظم الاجتماع بصورة خاصة أو الليلة بصورة خاصة لو أنت في قدتك ورفعت إيدك للرب وخدت القرار على مستوى الزهن أنا أعبد الرب دي اللي جاية أنت فتحت نفسك للآية بتاعة سبعة دي أأتي بهم إلى جبل قدسي وفرحهم في بيت صلاتي محرقتهم دبائحهم مقبولة على مذبحي أنت فتحت نفسك لأن الخصي أو الغريب فجأة بيتنقل إلى ابن إلى معجزة إلى سكيب إلى إمكانية معجزية فكل حاجة بتخرج منك في اللحظات دي اللي أنت خدت فيها القرار أنك قدام الرب بتعمل أمواج بتعمل بتعمل نتائج معجزية تفوق الطبيعي أو المحدود أو الصغير اللي على الأد خليني أزود بقى كمان ولو أنت خدت قرار تصلي وسمحت لنفسك أنك تسرح لا تنخش لروح الإدانة ليس القصد من هذا الإدانة شتت نفسك بنفسك كلنا نسرح عندما نصلي فلا يوجد إدانة لكن ترجع نفسك تقوم مستأسرين كل فكرة لطاعة المسيح لكن شتت نفسك اخترت أنك لا تركش أنت خطرت ليس ذهنك ترسب منك وقمت مرجعه وقفته قدام الرب مرة أخرى لا يوجد مشكلة كلنا نحتاج أن نجيب الجسد والنفس ونوقفه معنا قدام الرب لكن لو أنت خطرت أنك أهو أنا ده المعتاد ده روح التدين ده التعود لو أنت خطرت أنك تعمل فالأمواج التي تخرج منك لأنك في محضر الرب أو التأثيرات المزعجة أو الأحمال التي تنسك أو عدم الراحة بل الإنزعاج التي تخرج منه من هذه الوقفة يبقى أكثر لأنك فتحت نفسك قدام الرب وسامحت من الدنيا تبقى أي حد معدي أنت بذتنك أو برطتك تشتت نفسك بنفسك هناك حتة مهمة قوي أنك تدركها أنه أنا جيت قدام الرب أنا أسبح دلوقتي فهذا ليس وقت أبص في شيء ثاني أشتت نفسي بنفسي بها لماذا؟ لأن هذا وقت أنا أبديل الرب وقت المعجزة تنسكب عليها لو شفت الجائزة ستستخسر أو ستسترخص اهتمامك بشيء ثاني لو أدركت اللي بتعرض للخصي وابن الغريب وهو واقف قدام الرب ستسترخص أي حاجة ثانية ستبقها رخيص ليس مهم ليس مهم أن أحد يكلمني ليس مهم أن أبص مين رنع التليفون ليس مهم أن أرد على حد يسألني سؤال ليس مهم هناك شيء أغلق جدا بتحصل قدامي لأنني خدت القرار إن الربع ساعة اللي جاية العشر دقائق اللي جاية الخمس دقائق اللي جاية في قطي أنا ورافع عيني لرب أنا بقدم زبيحة قدام الرب فالخصيان وأبناء الغريب بيوقفوا في الحتة دي الرب والقاتي بهم إلى جبل قدسي وفرحهم محرقتهم وزبيحهم مقبولة في حاجة معجزية بتحصل لما بتاخد أنت القرار والاختيار أنك تقف أو أنك تقدم لحظات قدام الرب بتدوس على زرار لإمكانية معجزية لو أه لو أه لو إحنا أدركنا اللي بيتعرض لنا كل مرة نختار أن نقعد قدامه الرب بيستغل اختيارك جداً اختيارك غالي جداً عندك بيبقى بيستنى بيبقى منتظره بيبقى عايز يعود معك بيبقى عايز يفتح السماويسكوب على حياتك وأول ما أنت تختار كده هو جاد جداً الناحية الثانية جادة جداً لكننا في بعض الأحيان نأخذ القرار ونحن مدركين أن الناحية الثانية جادة جداً السماويات جادة جداً وأنا بطريقة اعتيادية قلت سأصلي لكن لا يوجد مشكلة أن أصلي أتشتت أنا أشتت نفسي بنفسي لو رأيت شيء الغالية ستسترخص التشتيت جداً ستركز جداً لأن المعجزة المسكوبة تلغي قيمة أي شيء آخر ستشتتك وقت أنك تدرك أن هناك شيء حقيقي تحدث في السماء كل مرة تأخذ قرار أنك تصلي تعالوا نفتح مع بعض رسالات كورونسوس قبل أن نفتح كورونسوس أنا آسف تكوين تكوين واحد بس النهاردة في يعني نبدأ سلسلة من الأسبوع اللي فات عن ديناميكيات الحركة في أرض الموعد أو أرض الروح أو الأشياء الغريبة التي ليس معتادة التي تخدنا التي لم نتعود عليها التي تنقلنا الحاجة كما كنا نقول الأسبوع اللي فات تخدك، تريد أن ترجع البرية تشعر البرية أحسن برغم أنه النقلات اللي رب يعملها في أرض الموعد نقلات ندوك لها علاقة بالاختيارات التي كنا بحكيها حالا من شوية وحتاج أنك تدرك أن كل اختيار كل فكرة كل قرار كل حاجة بتخرج منك لها نتائج لها تأثيرات محيطة بيك كل لحظة لو أنت في أرض الموعد ورب يبقى عايزك وعايز يستخدم ده عايز يستخدم كل فكرة كل اختيار قبل ما تنتقه كل اتجاه في روحك وفي ذهنك وفي نفسيتك قبل ما تنتقه عايز يستخدمه ويعمل صدى أو موجة وراموجة أو توابع يعمل دوائر حواليك خرجة من ملكوت الرب لأنك اخترت في داخلك اختيار أو بتفكر بطريق التفكير معينة أو جو زهنك قرارات وراء الملكوت بطريقة معينة رب عايز يستخدم خيالك افكارك اختياراتك حتى قبل ما تنتقه وكمان لو نطقتها تكوين واحد عدد ستة عشر قال الله نعم للإنسان على صورتنا كشبهنا بصوا الآيات دي مشهورة بس الآيات دي محورية الآيات دي فيها السورة الأصلية الدعوة الأصلية القيمة الأصلية اللي في قلب الرب اللي حضرتك والحضرتك قال الله نعم للإنسان ده آدم وحوة نعم للإنسان على صورتنا كشبهنا ليه؟ لأن فيه مهمة لأنه الأرض أعطيت لبني آدم مزمور مية وخمستاشر وعدد خمستاشر يقول آية المشهورة دي الله في السماوات كرسي أما الأرض فأعطيت لي مين؟ لبني آدم كثير ناس بتتلخبط في الحتة دي ما بتدركش أن فيه حاجة مهمة لبني آدم على الأرض بني آدم ممكن يؤثر سلبي في الأرض وممكن يؤثر بالملكوت في الأرض فيه حاجة مهمة لاختياراتك لقراراتك لإيديك لنفسيتك لمشعرك فيه حاجة مهمة ربنا خلق مشعرك خلق خيالك خلق طموحاتك شهواتك كل حاجة فيك وبراك عشان يستخدمها مش عشان يستخدمها لأنك أنت إنسان آلي في أديه لكن علشان من خلال الحب ما بينك وما بينه بتقدم كل حاجة لي وبتعيش معها في علاقة المحبة اللي من خلالها الله الروح المتسع جدا بينسكب لأنه أعطى الأرض لبني آدم وبني آدم ده بيستعلن حب قوة اتساع ملكوت الآب السماوي في الأرض لو ربنا عايز يستخدم حد في الأرض كان عمل إنسان آلي لكن رب عمل حضرتك وحضرتك لإعلاقة حب من خلالها مشاعر حب أفكار خيالات أشواء كلمات إدين الرب تستعلن في الأرض لأن الله سبت في السماوات كرسية أما الأرض فأعطاها لبني آدم فالرب خلق الإنسان نعم الإنسان على سورتنا كشبهنا ليه؟ لأن السلطان في الأرض أعطي لبني آدم فيتسلطون على كل حاجة وعلى تكمل الآية وعلى كل الأرض حقول الجملة دي مرة تانية السلطان في الأرض أعطيه لبني آدم ما فيش حاجة في الأرض لها سلطان غير بني آدم الكائن الوحيد الموجود في الأرض له سلطان هو بني آدم تكوينة تكوينة من صح صح معي نهاردة اسمع كما لم تسمع من قبل لا تنامش تكوينة اتنين عدد سبع جبل الرب الإله آدم الإنسان ده مكوناته ايه؟ تراب من الأرض اوكي ده احنا بنبص على مكونات هذا الإنسان الذي له الوحيدة الذي له سلطان في الأرض مكوناته ايه؟ تراب من الأرض منفوخ فيه روح حياة منفوخ فيه تراب منفوخ فيه روح حياة فصار آدم نفسا حياة إذن الإنسان الوحيد الذي له سلطان على الأرض مكوناته تراب من الأرض في نفخة حياة أنا عارف ذهنك لو أنت ذهنك مصح صح وشغال وأنا بقول الإنس آدم له هو السلطان على الأرض كلكم قلتوا بس حصل سقوط بس حصل سقوط بس حصل سقوط أنا عارف عشان كده حقلب معك الكورونسوس الأولى خمستاشر كورونسوس الأولى خمستاشر ده عهد جديد كورونسوس الأولى آخر يعني آخر الأخبار أن كورونسوس موجودة في العهد الجديد عدد واحد وعشرين كورونسوس أولى خمستاشر واحد وعشرين فإنه إذا الموت بإنسان سقوط ما هو الإنسان أعطي سلطان على الأرض مكونات الإنسان تراب من فوق في نفخة حياة بسبب السقوط حصل موت بإنسان عدد واحد وعشرين إذا الموت بإنسان بإنسان أيضا إيه؟ قيامة الأموات كما في أهدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحصل إيه؟ يحيى الجميع أوكي في نفس الإصحاح سنرى آية مشهورة أوي نقولها كثير خمسة واربعين هكذا مكتوب أيضا صار أهدم الإنسان الأول نفسا حياة لأننا قرناه تراب نفخ فيه نفخة حياة فصار أهدم نفسا حياة أهدم الإنسان الأول نفسا حياة أهدم الأخير إيه؟ أهدم الأخير روحا محياء الإنسان الأول كان له سلطان الوحيد له سلطان بس أهدم الأول كان نفس حياة سقط أهدم الثاني يسوع المسيح روحا محيية بك يقولك أن أهدم الأول ده تجد في روميا خمسة كمان أهدم الأول دخل الموت أهدم الثاني دخل حياة أهدم الأول له سلطان فقدوا سبب الخطيئة أهدم الثاني رجع السلطان لولاد ربنا لأنه هو روحا محيية فتح ليهم إمكانية الصورة الأصلية من جديد أن كل السلطان في الأرض بقى موجود فيهم لأنه هم تراب موجود فيهم مش بس روح الرب النفس الروح الطبيعية لا ده موجود فيهم الروح القدس فالنتيجة أنه بيطلع إنسان مش طبيعي أو خليقة جديدة إنسان له سلطان على الأرض كل حاجة فيه مش ملكه لأنه ده تراب بس موجود جواه آدم الأخير اللي هو روحا محيية آدم الأخير مش عايزة أكرر كلمات معظمكم سمعني بقولها إزاي آدم الأخير هما الإنتوا إيه يعني الآية دي بتقول إن آخر راجل كان يسوع آخر آدم كان يسوع بالمناسبة كلمة آدم تعني ذكر وأنسى برضو آخر مخلوق آدم الأول نفساً حياً لكن آدم الأخير آخر جسد آخر جسد آدم كان يسوع المسيح أمنا إحنا إيه؟ أمنا الكل اللي بعد الألفين سنة اللي فجدوا له كانوا إيه؟ آه، اللي النوعية دي ده آخر وأخر واحد فيها تقول لي ده أول واحد فيها ده البكورة قولك آه، هذا هذا البكورة ده المثال، ده البروتوتيوب ده اللي على شبهه بيطلع كل شيء ثاني فهو آخر واحد يعني مهي آخر واحد؟ لأنّ مفيش شيء غيره بتيجى بعديه هو آخر واحد هو اللي على شكله كل حد تاني جاي وبالتالي كل حد تاني بعديه هو المفروض يبقى على شكله صنع الرب الإنسان قال نعم الإنسان على شبهنا كسرطنا كمثالنا لأنه بنرجع عليه السلطان عشان كل حاجة تحصل في حياته هو الوحيد اللي له سلطان في الأرض الإنسان عبارة عن روح وتراب آدم الأول كان نفس حية بس آدم الثاني يسوع المسيح روح محيح بصوا أنا أنا بحط أساسيات عشان أوصل معك لحاجة إن فيه تعبيرات في الكتاب مؤدس إنك الإشرة دي إشرة ملك للرب بس الإشرة دي موجودة عشان تعمل إطار لحضور إلهي زمان كنت بعمل كده وكان عايز أعمل كده عايز تطلع واحد كده وقفه قدامكم وقال لكم بصوا شايفين ده ده معجزة تخيلهم فيه واحد جنبي البني آدم اللي جنبي ده معجزة ليه؟ الإطار اللي أنتو هتشوفوه لو فيه واحد واقف جنبي الإطار ده ده إطار خارجي بس إطار خارجي لحضور إلهي إطار خارجي لحضور إلهي مجرد فريم هو ملك للرب هو موجود الأشرة دي أشرة موجودة فقط للحضور الإلهي لأن ما ينفعش بقى فيه حضور إلهي من غير إطار لأن الأرض أعطيت لإيه؟ النار ما بتنسكبش على الأرض النار بتنسكب على الزبيحة أو على هيكل أنا حاسبق نفسي كده الحضور الإلهي عشان يتحرك في الأرض عشان يطلع مشاعر الرب أفكار الرب قرارات الرب كلمات الرب وأعمال الرب محتاج إطار حضرتك هو الإطار مش عارف أنتو فاهمين وانا مش فاهمين على فكرة أنا بقول ده اللي أنا بقوله ده آيات بسيطة أنتم هيكل الله روح الله ساكن فيكم ده إطار إشرة فريم حجارة تراب متجمع مع بعض ليه؟ لأن حضور ربنا محتاج مركبة تطلع مشاعره أفكاره كلماته أعماله لمساته في الأرض ليه؟ لأن اللي ليه سلطان في الأرض هو بني آدم رب بيدور ليه على إطار في الأرض يتحرك من خلاله عشان يلمس الأرض لأن الرب في السماوات كرسية أما الأرض فأعطاها المين؟ لبني آدم ورب يدور في الأرض على بني آدم يجد فيه إطار بيسلم حياته لرب ده التعبير الروحي اللي احنا مستعمله بيسلم حياته للرب يعني إيه؟ بيسلم كيانه إطاره كل حاجة فيه بيسلمها للرب اقرأ رمية 6 قدموا أجسادكم ذبيع حياة للرب قدموا أعضاءكم آلات بر للرب يعني إيه؟ يعني رب يدور عليك وعليكي أنك تكون مسلم كل حاجة عشان رب يجي في الإطار ده ويقول أوكي كل مشاعر أنا عايز أفجرها كل قرار أنا عايز أفجره كل كلمة أنا عايز أفجرها كل حاجة يعملها هذا الإطار تأتي بنتائج غير عادية لأن هذا الإطار بيحتوي فيه داخله حضور إلهي لأنه ما فيه السلطان في الأرض ما فيهش حاجة ما فيهش أخدك شوي الأرواح الطيرة مالها السلطان في الأرض الأرواح الطيرة بتدور على إطار تسكن فيه عشان تطلع اللي هي عايزة تطلعه لأنه ما فيهش سلطان في الأرض إلا من خلال القشرة دي الجسد اللي اسمه بني آدم لو جاهز التعبير أنا لأنكم مخضوضين شوية حقول جمل يمكن ما كنتش عايزة أقولها بس لازم تفهمها ببعد روحي كأن فيه خناء على جسدك مين يملاه مين يطلع المشاعر اللي فيه مين يطلع الاختيارات والقرارات اللي فيه مين يطلع الكلمات اللي تخرج من بؤه كأن فيه خناء على جسدك مين أرواح أرواح شغيرة والروح القدس ليه؟ لأن الأرواح الشغيرة من هذا السلطان في الأرض إلا من خلال بني آدم والروح القدس ما بدرش يتحرك في الأرض إلا من خلال بني آدم هو بيرف بيدور على حتة يستقر فيها المثل المشهور قوي بتاع الحمامة اللي أرسلها نوح لم تجد مستقراً رجلها فطارت لغاية لما لقيت مستقراً رجلها وقال لك الحمامة دي استقرت على مين في الآخر على يسوع في معمودة يوحان ظهر روح القدس على هائق جسمها كحمامة واستقر عليه عشان كده يسوع جاء في الجسد الله جاء في الجسد لماذا؟ المسيح جاء في يسوع لماذا؟ تعرفين المسيح جاء في يسوع؟ بوليس اللي يقول لنا كده ليس أنا لا يقول كده؟ منظركوا مخضوضين أنتم أحد مسيحي هنا ولد لنا ولد وأعطينا ابن الولد اتولد والابن أعطي يسوع المسيح يسوع هو الولد والمسيح هو الابن المسيح هو اسم الله يسوع هو الاشرة اللي جاء فيها المسيح يسوع المسيح الملاك سم يسوع ما سماش المسيح حد مسيحي هنا الملاك أعطى للعذرة مريم اسم الإطار لها سيدعى يسوع لكن إعلاني ده يسوع المسيح ولد ولد لكن أعطينا ابنا اقرأ بوليس أي حد يفهم بوليس سيفهم لأنه في بعض أحيانا يستعمل يسوع في بعض أحيانا يستعمل يسوع المسيح في بعض أحيانا يستعمل يسوع المسيح مش اعتباطا أن كل كلمة في الروح لها تأثيرات لما يتكلم عن يسوع بيتكلم عن الإطار على الجسد بتاع يسوع المسيح خلي بالك أنه عشان كده الكنيسة الأساسية بتقول أنه لم يفارق يسوع المسيح ده في كل لحظة ولا طرفت عين زي ما بيتقال فعلا ما حصلش فرق ما بين يسوع والمسيح طول الوقت لأنه القصة كلها ابن الله ابن الإنسان طول الوقت على الصليب في القيامة في كل حاجة هو يسوع المسيح كل لحظة بس فيه أوقات التركيز اللي بوليس بيشاور عليه هو على الإطار الجسد بتاع يسوع فيه أوقات بيركز على المسيح والمسحة الإبن اللي جاي من السماء وفيه أوقات اللي هو يسوع المسيح الروح اللي بيضاد يسوع المسيح اسمه ضد المسيح مش ضد يسوع عن قصد مش اعتباطا مش عشان تبقى موزونة هو ضد المسحة اللي تأتي في الجسد هو ضد المسيح وبالتالي الله جا في الجسد علشان السلطان في الأرض حركة الروح في الأرض يجب أنها تتحرك من خلال الجسد مش عايزة ركز على ده عايزة ركز على عليك وعلى المسؤولية اللي على حياتك أن كل حاجة في نفسيتك في مشاعرك مفتوحة معروضة أنك بتقدمها للرب كل قرار له تأثيرات له أمواج غير مرئية بتحصل بتخرج منك لأنك أنت إطار بس كل حاجة جوه بره المحدودية بره الطبيعي بتصنع تأثيرات بتفتحك لمجال غير عادي قدام المعجزة أنت جسدك ده إشرة لحضور إلهي رب عايز يفجره ويملى ويسكب أكتر عليك وبالتالي كل حاجة كل حاجة جوه جوه الإطار ده عارف إيه جوه الإطار ده ده مش روح بس جوه الإطار ده مشاعر جوه الإطار ده اختيارات جوه الإطار ده أفكار قرارات ردود فعل اتجاهات وكل حاجة من الحاجات دي ربنا عايز يفجر فيها الروح القدس وينور ينور 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 بحيث يخرج منك ويملاك حضور إلهي مليان معجزة حزبق نفسي ويقول جمل بك حقرلكم حقرلكم آيات كل نعمل بقوله ده ده حال فلو أنت مش موافق على حاجة استنى شوية كده حقرلك كل آيات عارفين ليه ربنا بيشفي الجسد هو المكان اللي من خلاله حركة الروح القدس مشاعر ربنا بتنفجر في الأرض أنت غالي على قلب الرب أنت مش إنسان آلي حط فيه برنامج وبيمشي بيستخدمه أنت من خلال الحب الموجود في علاقتك مع الرب هذا التراب هذه القشرة مهمة أنها بتحتوي حضور إله قال أنا أنا بدي السلطان خلقهم على صورته كشبه وكمثاله آدم الثاني خلقهم على صورته كشبه وكمثاله عشان من خلال الحب ده مع الله الآب الوحيدين لهم سلطان على الأرض عشان كده إبليس آه خلق أرى لك آية طيب حاطف ماتة نجيل ماتة قصة كلكم عارفينها حتصدقوني حالا ماتة 11 ماتة 11 أنا آسف ماتة 12 عدد 22 الحيطة دي مهمة محتاجك تركز فيها أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس لما تقرأ تقرأ القصة دي في إنجيل لؤة يقولك أحضر إليه شيطان لأن في القصة دي هو ترد الشيطان في لؤة هو آية أحضر إليه شيطان تقرأها في لؤة 11 لو أنت مش مش مصدقني أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه حتى أن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر حسن بعض مش مصدقني فعلا أحضر إليه وصلني الإحساس كده افتحي لؤة 11 من فضل عدد 14 ده المقابل للقصة يعني ده كان يخرج شيطانا وكان ذلك أخرس فلؤة لما بيقدم هذا الشخص بيقدمه كإخراج شيطان متى هو بيقدم هذا الشخص بيقدمه كشفا باقي القصة بعد كده هو هو موجود في الحتتين بس أنا حابب عن قصد بشاور لك على الحتة دي معلش نرجع لمتى معلش نرجع لمتى بوهت كل الجموع عدد 23 وقالوا العل هذا هو ابن داود أما الفريسون لما سمعوا قال هذا ليخرج الشياطين إلا ببع لزابور رئيس الشياطين كلكم عارفين القصة دي ويسوع قال له منفعش شيطان يخرج شيطان مملكة لو انقصرت على ذاتها تخرب منفعش الكلام ده إن كنت أنا ببع لزابور أخرج الشياطين فبقى ابنائكم من يخرجون إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين قد أقبل عليكم ملكوت الله فهذا الشخص الأعمى الأخرص الإطار بتاعه مقفول كل الحواس مقفولة ولما تقرأ القصة دي وتستوعب القصة دي الرجل ده ما كانش بيسمع ما كانش بيشوف ما كانش بيتكلم مقفول القشرة دي اللي جواها مقفول يسوع أم عدي ومطلع اللي جواه نظف اللي جواه شاكولك القوي لما يخش بيت بيت بيتسلح لكن لو جاء الأقوى منه بيخرجه من البيت وبينهب أمتعته ها تفهم حاجة؟ فالقشرة دي كانت مقفولة ده ما بيسمعش ما بيشوفش ما بيتكلمش أم يسوع دخل مخرج القوي لأن ده الأقوى مخرج القوي ومجهز البيت فالراجل يبدأ يرى ويتكلم إن كنت أنا بروح الله أخرج الشاتين فقد أقبل عليكم ملكوت الله كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا بحكي يتكلم عن حاجة غريبة أو يسمها التجديف على الروح أقول لكم كل خطيئة عد 31 وتجديف يغفر للناس أما التجديف على الروح فلن يغفر للناس وكيف يمنائل دعوا بلد كل هذا مربوط حالا ستفهمه يمنائل للشجرة الجيدة والشجرة الرضية يجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيد عد 33 يجعلوا الشجرة الرضية وثمرها رضية من الثمر تعرف الشجرة عدد 35 آخر عدد 34 لا أريد أن أقرأ من أوله يعني ليس موجه لكم موجه لليهود الفرسين آخر عدد 34 مبدأ من فضلة القلب يتكلم الفم ما حلقته بالراجل الأعمى الأخرس المجنون الذي لم يكن يتكلم ولا يرى وإنك خرجت شاطين منه فجأة يتكلم عن فضلة القلب فجأة يتكلم عن تجديف عن الروح حالا ستفهم من فضلة القلب يتكلم الفم الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات الإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور كل كلمة بطالة كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطونا عنها حسابا يوم الدين يوم الدين خلي بالك أجاب قوم الكتب الفرسين القائلين يا معلم نريد أن نرى منك آية هذه معجزة لسه ما خرج لهم لسه رجل جايبين وأعمى أخرس مجنون وشفاه عزين معجزة كل مربوط ببعض حالا لهم مش هتعطى معجزة اللي قاية يونان النبي بقى أم متكلم عن ملكة سبق أتت لتسمى حكمة سليمان وهو وزأ أعظم أنا وصلت 42 دلوقتي وهو وزأ أعظم من سليمان ها هنا وفجأة يقوم مرجعك للقصة الأصلية إذا خرج الروح النجس كل اللي فات مربوط بالقصة مربوط بهذا الإطار اللي كان مقفول بروح شرير يسوع دخل أم منخرج القوي وأم فتح هذا الإطار للسكيب جوا فتح هذا البيت أن يخش في الروح القدس وكل اللي حصل بعد كده مربوط بدا وكأوم رجحهم تاني إذا خرج الروح النجس من الإنسان يكتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة ولا يجد ثم يقول أرجع إلى إيه ليه الروح بيجول وبيدور الروح الروح بيدور على بيت خلي أقول لك جملة كده بيجول أي روح بيدور على بيت أي روح بيدور على بيت أوكي هوقف تعليم وأكلمك روح الغضب بيدور على بيت روح الخوف بيدور على بيت روح الزنا بيدور على بيت روح الغي روح النميمة بيدور على بيت يعني يهي يدور على بيت بيدور على جسد يشعر بالحسد أو بالغير أو بالنميم بيدور على ذهن مفتوح طريق مفتوح يفكر أفكار غلط يدور على قلب مفتوح يخاف يدور على مشاعر عندها استعداد أنها تبقى غضوبة روح الغضب يدور على جسد أي روح يدور على إطار يتحرك من خلاله في الأرض لأن السلطان رب أعطاه لبني آدم في الأرض وأي روح عايز يبقى لي سلطان في الأرض يدور له على بيت هل تفهم هذا؟ هل ترى حضرتك مهمة؟ سوري سوري هل ترى مشاعرك مهمة؟ لكن مشاعرك ممكن أقول لك جملة إنجيل 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 لوقة إنجيل لوقة تسعة قصة كلكم عارفينها لوقة تسعة عدد اربعة وخمسين دولا مؤمنين دولا مش محتلين بأرواح الشر زي الراجل اللي قرناه لوقة تسعة يحنى ويعقوب إخوات فعلى أربعة وخمسين لوقة تسعة قال له يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم لأن في قرية رفضت من يسوع يعدي فيها فاكرين أحد مسيحي هنا فطلت وتفنسحين بعد اللي سبتو أرى لكم طب 52 أرسل أمام وجهه رسلا فذهبوا ودخلوا قرية للساميرين حتى يعدوا له فلم يقبلوا لأن وجهه كان متجهة نحو أرشالين قرية من الساميرين قالوا لا أنت راح لليهود إحنا ساميرين متعديش هنا فلما رأى ذلك المزايع أبو يوحنى قال رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إليه أيضا فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من إيه حفظنا من أي روح أنتما طب دولا ماشيين معا دولا خدان دولا كانوا لسه راجعين من خدمة لما أرسلهم باتنين اتنين وعملوا معجزات وراجعين فرحانين مين فيهم أعظم لأن حصل شفاءات حصل تحريرات حصل حاجات كتيرة بس لما لقوا الحاجة دي أتري في روح غضب أو في روح إدانة أو في روح نقمة بيدور على مشاعر فلقى حتة جوا يوحنى ويحقوب بوم تيجي نفنيهم قالوا انتهرهما انتهرهما مش تطب عليهما انتهرهما وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما إيه في روح تكلم هنا كل روح بيدور على الجسد لأنه ملوش سلطان إلا لما يلاقي مجال في مشاعرك في أفكارك في كلامك عشان كده الآيات الأرنها الإنسان سيقدم حساب عن كل كلمة بطالة بيقولها ليه؟ لأنه الروح بيدور أصلا على لسان يتكلم من خلاله الروح بيدور على مشاعر تطلع مشاعر نميمة أو غضب أو صخت أو أفلة أو أفشة أو حسد الروح بيدور على مشاعر على لسان على أفكار يشتغل فيها بس على فكرة الروح القدس أقوى وموجود فيك وعايز يطلع مشاعر وقرارات وأفكار ولمسات تمجد الرب بس أنت محتاج تدرك أنك إطار وأي حاجة بتتحرك فيك ياما الروح القدس اللي أنت بسلم حياتك فيه للرب ياما أي روح آخر أنت بتفتحه بسبب أنك مش مدرك أنك لما بتوقف قدام الرب لأنك بنت للرب وابن الرب كل حاجة بتعملها لها تأثير ده اللي كنت بقوله في الأهول ممكن تبقى خادم واقف سوري أخذ أخويا اللي بيصور ممكن يكون بيصور هو حاسنه أنا بعمل حاجة بسيطة أنا بصور في الاجتماع أنا دوري الروحي بسيط مش مهمة قوي أنا ممكن أسرح ممكن أعمل أي حاجة بس أتاري فيه حاجة معجزية بتحصل وهو واقف بيصور لأنه ابن الرب بيعمل حاجة روحية قدام الرب مقدم الساعتين اللي موجودين دولا قال أنا مقدمهم لرب أنحقف على رجلي كل الناس هتقعد أنا وائس هبقى أمركز عشان أصور فأنا بقدم حاجة للرب وأنا بقدم حاجة للرب فيه حركة روحية رب عايز يملى مشاعره عايز يملى نفسيته عايز يملى جسده مش بس عشان بيصور كل واحد وحدة فينا كده بس ممكن نتصور أنه عادي مش مهم ممكن أعمل ممكن أسمع لأي حاجة هتشتتني بس أتاري أنا موجود في مجال معجزي وفيه روح عمال يملاني من الروح القدس وعايز يفيد فيه مشاعري في نفسي بكلمات بإعلانات بحرارة روحية بمسحة وباستخدام يملى هذا الإطار القصة تانية كلكم عارفينها طيب إنجيل متى 16 كلكم عارفين في متى 16 حصل موقفين لبطرس حمشيهم بسرعة أول قصة لما يسوع سأل من يقولون إني أنا كلكم عارفين القصة مش كده قالوا يحنار إلي طيب وإنتم تقولوا مين نط بطرس أنت هو المسيح لأنه هو معروف أنه يسوع الملك سمى يسوع المسيح ده إعلان يسوع المسيح أنت هو المسيح ابن الله الحي قال له بس حبيبي اللي حصل ده معجزة أنت مش من هنا عرفت كده ده القهب السماوي أعلن ليك الروح القدس تحرك عليك في حاجة إعلانية حصل في الجسد بتاعك في الإطار بتاعك فأنت نطقت إعلان روحي على هذا الإعلان على هذا هذا الصخرة أنا بثبت الكنيسة على هذا الإعلان أن المسحة جت في يسوع المسيح ومن خلالها المسحة تأتي في الجسد على شبهه كمثاله ابن ابن آدم الأخير بقى روح محيية لنهس له سلطان في الأرض بعدها بلحظات ده في متى 16 القصة دي أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات عدد 19 كلما تربطوا على الأرض مربوط في السماوات كلما تحلو لها معاني هنبص عليها بعد شوية من حتة تانية من ذلك الوقت عدد 21 امتدأ يسوع يظهر لتنميزه ينباري أن يذهب للأرشليم وتألم كثيرا أخونا اللي من دقائق أعلن إعلان على هذه الصخرة تتبني كنيس على صخرة هذا الإعلان أخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره في القصة دي بطرس بنتهر يسوع قائلا حاشا يا رب لا يكون لك هذا فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا إيه أقول الجملة مرة تانية اللي بتخد كل روح بدور على جسد ينطق منه يحس منه يلمس منه الروح القدس بدور على جسدك عشان يحس فيه ينطق فيه ياخد قرارات فيه ويلمس من خلاله أرواح الشر بتحاول تعمل نفس القصة معك ومعاك أردو عايز يطلع كلمات زي ما طلع من بطر زي ما طلع من يوحنى ويعقوب أنه تعالى نفنيهم أو حشاكا يكون هذا يا رب فانتهره قالوا ابتبع عني يا شيطان ليه لأنه أنت أفكارك مشعرك قلبك عنيك قراراتك لمستك مهمة جدا للرب ومهمة جدا للروح القدس عشان كده بنقف قدام ونقول لهم من لنا بإيه من لنا بإيه أشكرك من لنا بنروح مسيحيين طلعتهم من لنا بنروح القدس ليه لأن القصة لما الروح القدس بيملك هو عايز مشعرك نفسك قلبك أفكارك مش ملكي نفسك أحيا لا أنا ليه ده إطار بس أتار الجوة بيحيا فيه أدم الأخير اللي هو بيجد في الإطار ده سلطان على الأرض لأنه ما فيه سلطان على الأرض إلا من خلال الإشرة دي عشان كده ربنا بييش في الإشرة دي لو أنت عيان قل له يا رب اشفيني علشان أنا الإشرة بتاعتك بأمانة عن أكتر من 25 سنة خدمة ناس كتيرة خفت من خلال الإعلان البسيط ده ما بينه وما بين الرب يا رب أنا علشان أنا هيكل لمحضرك إيش في الهيكل ناس كتيرة خفت بسبب أن دي رشأت جواهم ولما رشأت جواهم أن مطلعينها للرب ولما طلعوها للرب الرب شفى الهيكل لأن الرب عمل حاجة اسمها شفى في الكتاب مؤدس علشان الهيكل الإشرة مهمة للرب ليه الإشرة مهمة؟ لأن الأرواح بتدور على إشرة أخذك كي أنا لسا ما أخذت أكش سفر هوشع سفر هوشع هوشع النبي إصحاح تسعة بصو الآية دي مركبة كنت أفكر أقولها أنا ملهاش بس فيه تعبير أنا عايز أستخدمه فيها هوشع في إصحاح تسعة ده نبي بتنبأ للمملكة الشمالية مملكة إسرائيل دي مملكة كانت فيه خطية فكان بي قلوهم أنتم بتزنوا بعيد عن الرب وبسبب زناهم بعيد عن الرب بسبب قلبهم المبتعد عن الرب إبليس شغال قلب من كسرة الأصنام يعني حاجات كثيرة غلط حصلة في حياتهم وفي الوقت ده كان بيطلع أنبياء يقول لهم يا جماعة فيه حاجة غلط كان بيقول لهم كلمات نبوية عشان يرجعوا للرب من قلبهم كانوا بيسموا الأنبياء دولا مجنين كل مرة كل مرة ده ده حتليها في كتاب مؤدس ده إرجع وراية برضو حتليها مثلا أيام ياهو لما مسح ملكا الجنود اللي كانوا مع ياهو لما دخل النبي وقالوا ليه كلام معك أيها القائد باقي القادة قالوا له ماذا يريد هذا المجنون ليه في انحضار الروحي للشعب أي كلمة نبوية على مستوى الشعب بيتقال عليها إيه ده مجنون فهو شعب يتنبأ قالوا لهم بصوا انتوا بتقولوا على الكلمة النبوية أنها جنان بس هي حقيقي جنان بص اقرأ معي الآن الشعية هو شعب تسعة سبعة جاءت أيام العقاب جاءت أيام الجزاء سيعرف إسرائيل النبي أحمق بصوا في مفسرين يقولك أنه بيقول بسبب الخطية النبي بقى بيغلط بس لما تقرأ كتاب مؤدس تقرأ تفسير بقى دق من الأصل بتاعه العبري وتقرأ تقارن الآيات بالآيات تكتشف أنه مش بيقولك النبي بيغلط ده بيقولك النبي في نظر الشعب أحمق كمل معايا إنسان الروح إيه إنسان الروح مجنون من كثرة إسمك وكثرة الحق يعني من كتر الخطية من كتر الحق بيغلط بتقول على إنسان الروح مجنون عشان كده باقي القاضة إلا كوان حوالين إياه لما جاء النبي وكلم إياه وقال له ماذا يريد منك هذا المجنون بس أنا عايزة أخذ التعبير إنسان الروح من كل آية دي أنا عايزة أخذ التعبير إنسان الروح إنسان الروح مش خاضع للقوانين الطبيعية إنسان الروح أقوى من الإشعر البرانية إنسان الروح إنسان الروح ده جواك يقول عليه أفاسوس الإنسان الباطني يقول عليه الرسول بطرس في رسالة بطرس إنسان القلب الداخلي بس أنا أخذ الآية من هشع عشان فيها تعبير حلو إنسان الروح إنسان الروح جواك مش خاضع للقوانين الطبيعية هو ساكن في إشرة لكن هو هو بر الطبيعي ده اللي يسوع قاله في جسماني لما لهم يسهروا معايا ما قدرواش يسهروا ناموا كلهم لهم بسوا جماعة إنسان الروح نشيط أما إنسان الجسد ضعيف هو ما قالش إنسان قال الروح نشيطه الجسد ضعيف إنسان الروح أقوى إنسان الروح أنشط إنسان الروح مش محدود بالقوى الطبيعية مش خاضع لعوامل التعرية مش خاضع للمؤثرات الخارجية إنسان الروح مجنون بره الطبيعي بره المحدودية ما فيش المحدودية دي كاسر المحدودية إنسان الروح أفاسوس يقول كده إنسان القلب الداخلي إنسان الباطن يقول عليه في حالة تانية الكنز اللي موجود في أشرة خزفية القصة كلها إنك أنت وأنا بتدرك بتتستوعب بقى إيه ده وإيه اللي جوه ده ولما تدرك إيه ده وإيه اللي جوه ده وإيه أهمية كل ده للسماويات بتعيش نوعية حياة مختلفة مش من هنا إيه القشرة دي إيه أهمية القشرة دي القشرة دي مهمة أصلاً مش مهمة القشرة دي مهمة ألا مش مهمة والجواها إيه وإيه أهمية الهيلمان ده أو التراب ده اللي جواها حاجة للسماويات ده أصلاً الأرواح بتدور على بيت وهنا هوش أقول لك بسه في حاجة اسمها إنسان الروح وإنسان الروح ده نشيط نشيط بمعنى إنه ما فيش محدودية ليه يقدر يصهر في جس مانه يقدر يصلي واخترخ في جس مانه يقدر يمشي على المية يقدر يرفع أديه ويقول يا شمس دومي إنسان الروح ده مجنون بس طب ليه ما بنختبرش إنسان الروح ده لأن إحنا بنعيش أوي في إنسان الجسد إنسان الجسد ضعيف وإحنا مش مدركين إنه إطار هام جداً بس للمعجزة اللي شغالة جواه لآدم الأخير اللي هنا لأن آدم الأخير يدور على إطار يتحرك فيه في الأرض لأن يسوع لسه يمشي في الأرض من خلال جسده آدم الأخير هنا آه آدم الأخير هنا آه جوه حضرتك جوه حضرتك جوه جسده آدم الأخير بيلاقي إطار يتحرك من خلاله النهاردة الروح القدس بيشهد عن آدم الأخير من خلال الإطار بتاعك وبتاعك بس في نفس الوقت الروح الخوف بيدور على بيت الروح الغضب بيدور على بيت الروح الشهوة بيدور على مشاهر الشهوة الشريرة وشهوة الرب بيدور على بيت وقلب الرب بيدور على بيت وغيرة الرب بيدور على بيت وأحلام الرب بيدور على بيت ومحبة الرب بيدور على بيت ولمسات الرب بيدور على بيت وحنان الرب بيدور على بيت عشان كده أرى لك آيات تجد بقى لها معنى دلوقتي في كورنسوس الأولى كورنسوس الأولى ستة ساعتاشر أم لستم تعلمون كورنسوس الأولى ستة ساعتاشر أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس هذا اللي كنتم أقولون من أول أن الإطار هذا إطار هيكل الهكل في العهد القديم أبرا عن إيه طوب أحمر وثمانت لكن قيمة المبنى في إيه في الجواء قيمة الطوب في الجواء ياما في مباني لكن الإيمال التي فتحت المبنى في الجواء أنتم هيكل بس للروح القدس الذي فيكم خلي بالك بالك الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بتمن فمجدوا الله في إيه في أكسدكم يعني الجسد ده مهم جدا فمجدوا الله في أكسدكم وفي أرواحكم التي يقول المسيحي سواء آه بس خلصة كلها أنه مجد الله في جسدك أنت هيكل الله روح الله ساكن فيك نقطة التقاء السماء بالأرض عارفيني أن في السماء كل حاجة خلصت مش خلصت يعني في المجيء التاني لما نروح السماء لا خلصت دلوقتي مش خلصت دلوقتي يا خلصت من ألفين سنة مش خلصت من ألفين سنة يا خلصت من الأزل أصلا أن يسوع قدم نفسه بروح أزلي من قبل تأسيس العالم معروف الفدى مش فجأة حصل من ألفين سنة ده الإطار الزمني الموجود تحت الزمن لكن الإطار الروحي اللي برى الزمن الفدى محسوم من قبل تأسيس العالم فكل حاجة في السماءات خلصت مش لما نروح للسماء خلصت من دلوقتي طيب إيه اللي يجبها من السماء الهنا نقطة التقاء العمل الخلصان بتاع السماء على الأرض هو الهيكل ليه لأن المنطقة اللي فيها الراب بتقابل مع الأرض هي في الهيكل بيتي بيت فأنا بتقابل مع الناس في الهيكل أنا بنزلش نار على الأرض بنزل نار على المسبح الموجود في الهيكل مين الهيكل أيوة أنا أنت يعني تقولي أنا أنت تقول أنا إذا نقطة التقاء السماء بالأرض هي جسدك هي لو أنا قاعد أقول هي نقطة نقطة التقاء السماء بالأرض هي جسدك هي جسدك جسدك اللي إيه اللي الروح القدس لقبت فيه أنتم هيكل الله روح الله ساكن فيكم فمجدوا الله في إيه في أجسدكم نقطة الالتقاء ما بين عمل الخلصان في السماء والأرض هي الهيكل هي الإشرة بتاعتك هي التراب ده اللي من خلاله ربنا عايز يسكو مشاعر أفكار لمسات يملى لأن الروح القدس بدور على بيت يتحرك من خلاله يطلع مشاعر أفكار محبة لمسات قوة كل حاجة بدور على هيكل يتحرك من خلاله جاف يسوع إشرة وبيأتي في الجسد بتاعه إحنا حضرتك حضرتك إشرة عشان يتحرك من خلاله ويعلن مجد الراب بسبب محبة الراب نقطة الاتقاء السماء بالأرض هي الهيكل فمجدوا الله في أجسدكم لأنكم قد اشتريتم بثمن مجدوا الله في أجسدكم وفي أرواحكم التي هي لله عدد 17 برجع الورق من التسق بالرب هو إيه يعني كل علي أن يجيب القشرة دي وأعمل بها إيه ألزقها في الرب من التسق بالرب هو روح واحد إيه أتى الرب عايز يملى القشرة دي بروحه ويبقى روح واحد فمشاعري بقت مشاعره شهواتي بقت شهواته غيرتي بقت غيرته رد فعلي هو رد فعله محبتي هي محبته لمستي هي لمسته كلامي هي كلامه هو ده اللي هو قصده أصلا بس ما بنعرفش نعيشه لأنا ما بندركش إحنا مين القشرة دي دورها واللي جواها ايه دوره وهو بيعمل ايه فيها لما بنقف قدام وفي الحتة دي بنتغير 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 لتلك السورة عينها من مجد المجد كما للرب الروح لأن الروح بيدقر على البيت اللي يقوم مطلع فيه كل حاجة تخيل معايا إن أفكارك بقت أفكاره تقول ده حلم غريب قولك ده مش حلم غريب دي كلمة الرب نحن ولا أنا فكر مسيح إذن طالما هي مكتوبة يبقى هي حاجة بتحصل قولي معقولة أفكار تبقى أفكاره يا ده يوم السعد أقول لك هذا كتابي حاجة كتابية مش مش باختراعها أقول لك تصور بقى إن مشاعرك تبقى مشاعره ده كتابي بردو قعد كتابي صارت لها أحشاء المسيح فتخيل معايا إن رب عايز يقولك أنا عايز أفكاري خيالك أحشاءك مشاعرك ردود فعلك كلامك لمستك كل حاجة تبقى الإطار بتاع إنسان الروح وإنسان الروح اللي جواك ده على فكرة مجنون مجنون يعني مجنون يعني إيه مش حاجة بتقفوا قدامه مجنون يعني مش طبيعي لأن الطبيعي بينام في جسيماني لكن الروح نشيد جدا الروح بيكسر جسيماني والحزن والخوف والاضطراب والذي بحصل حوالينا الروح نشيد جدا أما الجسد ضعيف بس أنت إنسان الروح ده اسم جديد بتاعك يا إنسان الروح أشكرك ده الإسم جديد بتاعك إنسان الروح وإنسان الروح ده بتحرك في ديناميكية مختلفة لأن ده نقطة طلاق السماء بالأرض ده الآية المشهورة كلكم عارفينها في بالمناسبة عشان كده في كورنس أولى كورنس أولى 6 يتكلم عن المستوى الفرد أنتم هيكل الله في كورنس أولى 3 يتكلم عن المستوى الكنيسة أنتم هيكل الله روح الله ساكن فيكم بس عشان الوقت طيب كنت هقول آية متى 18 نختم بها حاضر متى 18 لا مش هنختم متى 18 هنختم حاضر متى 18 عيق صغيرة وحنختم وحنختم عدد 19 لا مش معاول الانترجاء دي مضوع مهم متى 18 عدد 19 أقول لكم أيضا أن اتفق أثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه خلي بالك الاثنين دولة فين نشكر أبين على الأرض في أي شيء يطلبانه يكون لهم من قبل قبل اللي موجود فين حلو لأنه نقطة طلاق السماء بالأرض هي في الهيكل والاثنين دولة هيكل أنتم هيكل الله روح الله ساكن فيكم نقطة طلاق السماء بالأرض هي الهيكل وإنت هيكل وإحنا مع بعض هيكل لله روح الله ساكن في كنسته علشان كده علشان كده الخضة اللي بتحصل لما نخش أرض الموعد كل ما قلته كان مقدمة بالوعزة المددية بجد القسل نحن في سلسلة أرض الموعد كل ما قلتش ولا حاجة من يشوق ما قلتش حاجة من أرض الموعد أن الوعزة عبارة عن جملة الجملة أنك بتخش أرض الموعد بتتخض لماذا؟ لأنك وإنت ماشي في البرية كان فيه عمود نار فأنت مروق دماغك أنت مسلطن دماغك أنت مش محتاج تفكر بكرة هتعمل إيه لماذا؟ هتسحى الصبح هتأي سحابة هتمشي تحتها بالليل لما تضلم هتلاقي عمود نار هتمشي وراء صح؟ لما دخلوا أرض الموعد ترك قرر يعني يا قرر فين عمود النار؟ لا خلاص فين السحابة؟ خلاص طب أعمل إيه؟ حد اختبر الاختبار ده كنت مقاتل الوقت وحاسب حضور ربنا طول الوقت وفجأة وأنا ماشي مع ربنا كان نور اتطفى أنا روحت فين؟ فين عمود النار؟ ورأي أقول لك دي ترقية ترقية إيه؟ أرجع البرية أحسن الأسبوع اللي فات كنا يقول أه فين المن؟ انقطع المن ترقية النهاردة أقول لك فين عمود النار؟ انقطع عمود النار ما فيش عمود النار خلاص طب ايه؟ نمشي ازاي؟ كنا ماشيين في البرية شايلين تابوت العهد ورح دور ربنا النهاردة ما فيش عمود النار طب ناخد تابوت نروح فين؟ امشي يعني ايه نمشي؟ امشي؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا خلاص التصق بي النهاردة الترقية انت التصقت بي مشاعري بقت جواك قراراتي بقت جواك أفكاري بقت جواك وكل مكان تدوسه بطون؟ لكم قد أعطيته ايه ده؟ يعني يعني احنا كنا ماشيون عمود النار وعمود النار هو اللي بيشوق الطريق النهاردة حبيبي انت هيكل الله وكل مكان بتدوسه بطن خدمك لانك انت الهيكل فجأة تحس ايه؟ طب انا عامل ايه؟ حبيبي التصق بالرب من التصق بالرب هو روح واحد انت هيكل الله روح الله سكن فيك كل مكان تدوسه بطن خدمك لك خد أعطيته حد فيهم حاجة فعشان كده بنتخضف بعد احيان ورب يقولك دي ترقية وانت تقول لا 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 ارجع البرية احسن ادور احسن ورا عمود النار من انك تقول لي مفيش عمود نار وانا حاخد قرار بنفسي ناس كتيرة بتخاف تاخد قرار عشان كده بتحاول تدور على حد ياخد القرار بدلها وهم اشخاص رحيين يدوروا على نبي ياخد القرار بدلهم والقصة حبيبي انا برقيك ما تبشيش ورا عمود نار انت انت التسق بيا بس التسق بيا همساتي بقت في دماغك مشاعري بقت في مشاعرك عينك تتملي بيا التسق بيا انت هيكة لله روح الله بقى ساكن فيك التسق بيا التسق بالرب وتدرك بانه مش عمود نار لا ده حضرتك اللي كل مكان تتقبطون اقدامكم لكم قد اعطيتوا فنقلت ادراكك وتبعيتك للرب وتتغير انت الهيكل نقطة التلاق ما بين السماء والعمل الخلصان في السماء والارض هي الهيكل روح الله ساكن هنا طبعا اعمل ايه يلسق في الرب قل له انا انسان الروح انا جاي الزق فيك علشان لما بلزق فيك بيشع بيفيد ادم الاخير فيا فباخد قرارات صح وانا اصلا ما فيهاش زكاء بس انت بقيت انت يسوع الحكمة يسكن زفر الامثال يسكن ايه الزكاء يسوع زكاءك يسوع اختياراتك يسوع قراراتك يسوع مشاعرك يسوع لمستك يسوع اشوائك احلامك وده مش كلام شعري ووعزي ده هو ده القصة الاصلية كل ما تفتح للمجال يقول لك اه فقدموا روميا ستة ممكن نحك ساعتين في القصة روميا ستة قدموا اعضاءكم الات للبر يعني قدم كل حاجة ايه اعضاءك ده مشاعرك وطفك احلامك خيالك افكارك علاقاتك مشيئتك لبساتك مشوارك فلوسك ايامك ايامك احيالك انا لاذا القصة تقشرة يعيش فيها الادم التاني وانسان الروح ده بره كل محدودية فبيختبر كل مشيئة ربنا الخضة اللي بتحصل فيها شوع انه فجأة عمود النار ما بقاش موجود سنعمل ايه سنختار وقت انا لازم اقول انا لازم اختار ايمين ولا شمال صور معا الكهنة فجأة بقوا شايلين تابوت العهد والمسئولية بقت عليهم نمشي كده ام لا نمشي كده طول البرية ما كانواش بقراروا القرار ده كانوا شايفون عمود النار ماشيين وراه اول ما دخلوا عند الاردن اوكي ترقية فيش عمود نار بقى جواكم مين عايز ترقى ايه وانا كمان تعالوا نقف قدام الرب تعالوا نصلي ابو يا السماوي بنقف قدامك من اجل ترقيات الروح من اجل كل امور بتصنعها بتخرج الشعب في بلدنا مش بيدور في دواير مش اطفال محمولين بكل ريح تعاليم مش مفتحين لارواح مصر اللي بتدور على بيت تخاف منه وتطلق خوف منه مش مفتحين لارواح مصر اللي اللي مليانة شك وخوف وغيرة وحسد وعيافة وعرافة مش مفتحين لارواح مصر لكن ملتصقين بالرب من التصق بالرب هو روح واحد بعظمك ان الخسي وابن الغريب لما بياخد قرار ان يوقف قدام الرب انت بتسمع لمحرقاته ولذبقحه وبتسكب نار بعظمك انه الامر مش راجع لقوتنا او صلحنا او برنا الامر راجع للقرار بناخده في النفس حتى في النفس يا رب انا بفتح كياني لك اقوله كده انا بفتح كياني لك انا بفتح بيتي لك انا بفتح هيكل صلي معايا تعلم لاني تعلم لاني املة مشاعري املة جوارحي املة شهواتي املة افكاري املة ردود فعلي املة احلامي تعلم الهيكل املة الهيكل بتاعك انا الهيكل انتي يقولي كده انا الهيكل املة املة نقطة التقاء السماء بالأرض نقطة اللي من خلالها رب ممكن يطلق أي سلطان في بيتك هو أنت عايز فرح في بيتك نقطة التقاء الفرح ببيتك هي أنت عايز سلام في بيتك نقطة التقاء السلام وبيتك هي أنت عايز أبواب تتفتح في شغلك نقطة التقاء المعجزة دي مع شغلك هي أنت انا الرب لما بيسكب بيسكب في الهيك من التسق بالرب هو الروح قولوا رب انا بفتح كايهاني مش عايز مش عايز اعمل زي يوحنة ويعقوب يا رب وطلع كلام كده وانت تبسيلي تقول يا نادر انت مش عارف من اي روح انت مش عايز اسيب مشاعري وافكاري تنطق اي كلام لان الانسان هيقدم حساب عن كل كلم عايز كلامي افكاري ومشاعري حياتي تبقى مليانة بروحك لان الروح القدس بيدور على بيت يستخدم في كل حاجة قولوا روح الله استخدم فيك كل حاجة يروح الله استخدم كل حاجة وحيصو روح الروح وحيصو روح الروح وحيصو روح الروح حيصو روح الروح هنا كرية حيث روح الرب هناك حرية انت هنا الان حيث روح الرب هناك حرية لأفكارك لاختياراتك لأيامك لسنينك حيث روح الرب هناك حرية انت هنا الان دى من الان دى من حرية بعض الرب لأيامك اشتركوا في القناة لتقدسوا نظرين مهدك من مكت إلى مكت كما من الرب والروح لتغيروا نتقدسوا نظرين مهدك حيث روح ربنا حرية أنت هنا الآن حيث روح ربنا حرية أنت هنا الآن أنت هنا الآن نال حرية لكل مستور نال إطلاق لكل مستور نال شفاء لكل مستور نال حرية باسم يسوع نال حرية لكل مستور نال إطلاق لكل مستور نال شفاء لكل مستور نال شفاء لكل مستور نال حرية باسم يسوع نال حرية باسم يسوع نال حرية لكل مستور نال إطلاق لكل مستور نال شفاء لكل مستور نال شفاء لكل مستور لَنَا حُرِّيْتْ مَكْتْ أَوْ نَادَ اللَّهُ 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 مرسل ال Tبي بق Hell مرسل ال手 مرسل اله مرسل اله ارفع ايدي يعني كده هيكل الله انت هيكل الله قول كده جواك لما كان لروح الضيق لما كان لروح الضيق في هيكل الله اللي هو انا لضيق روح الضيق بيحاول يلاقي مكان في جسدك قول لما كان لروح الضيق في هيكل الله لما كان لسحابة سودة في هيكل الله لما كان لضيق لما كان لمرارة لما كان لغضب لما كان لغيرة لما كان لحسد لما كان لاركان ضعيفة لما كان لروح غريب في هيكل الله روح الرب روح حرية روح رحب في حياتي اعلن كده اعلنك هيكل الله نعم ارفع ايدك اعلن مفيش حتة في هيكل الله فيها عنكبوت مفيش عنكبوت في هيكل الله مليان مجد مليان دهر مليان حرية مليان رحم لا ضيق باسم رب يسوع لا اثار جسدك ماش في جسدك ماش في مجد الله في جسدك لان الجسدك هيكل الله لا ضعف لا عاسر في وسطهم عشان كده الشفى جزء من الفدة باسم رب يسوع لان الفدة بيشمل جسدك باسم رب سكيب الروح القدس استقبل باسم رب يسوع فيه يا روح الله فيه يا روح الله حرية مجد أولاد الله لا ضيق لا روح ضيق بطرد ببساطة مش حارب يعني حاجة تقيلة مجرد ببساطة ملكش مكان فيه أي حتة ديقة ملكش مكان فيه ده روح بيحاول يجد مجال فيك بيدور على بيت بيدور على خن بيدور على ركن جواك ما فيش ركن في هيكلي قولي كده معايا ما فيش ركن في الهيكل بتاعي باسم رب يسوع حسيبه الإبليس كل الهيكل بمجد الله فيك جسدي خيالي أعضائي أحلامي كل حاجة في حياتي باسم رب يسوع من التسق بالرب هو روح واحد هللويا باسم رب الروح القدس بيعبر كده ممتوب رفشه في يده هو ينقي بيدره هو بينق الهيكل بتاعه الروح القدس بيعدي في الهيكل بيعمل تطهير بيعمل تنقية بتعمل حرية بيعمل رحب القلبك لمشعرك الروح القدس عايز يستخدم قلبك مشعرك أحلامك خيالك عايز تخدم إيديك سلطانك عايز تخدم كلامك كل اختياراتك كل حاجة كل حتة بتدوس فيها لك خد رب أعطاها لأن رب يتحرك مع الشعب وهو يتحرك هي دي الترقية كان بيمشي قدامهم في عمود النار النهاردة بلوم انتو الهيكل انتو الهيكل انتو الهيكل باسم رب يسوع هيا دي الترقية باسم رب يسوع إن إنسان الروح اللي جواك هو اللي بيقفودي الحياة إنسان الروح ده معجزي 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 إنسان الروح ده نشيط يستطيع مليان نور مليان حرية مليان معجزة مليان شفاء إنسان الروح ده مليان مشاعر الرب كلمات الرب وسلطان الرب إنسان الروح ده ما بيقفش قدامه حاجة إنسان الروح ده مجنون باسم الرب يسوع باسم الرب ها أنا ده يا رب املاني باسم الرب أنا هول هيكل املاني لا روح نفية يفتح لأي روح آخر لا روح آخر لا روح آخر في اسم الرب لا روح آخر لا روح غضب لا روح خصام لا روح غيرة لا روح غريب باسم الرب يسوع لا روح آخر في هيكل الرب باسم الرب يسوع هيي روح المجلس لاني هيكا للرب مليان مجد هيكا للرب مليان سحاب المجد ده انت هيكا للرب هيكا للرب مليان سحاب المجد مليان لمعان مليان حضور الرب مليان مجد ملكة سبق مليش توقف هو ده الهولو هو ده البيت هو ده البيت قال له ملكة سبق مليش توقف قدام بيت سليمان هو ازا عظم من سليمان ما هنا قصة مربوطة بالبيت. قصة مربوطة بالبيت. انت هيكل الرب. هيكل الرب مليان قداسة مليان نور مليان مجد مليان فرح لا روح اخر مليان استخدام. من التسق بالرب هو اروح واحد. مشاعره فيك. احشاؤه فيك. افكاره فيك. خطوته فيك. عشان كده كل مكان قطأوا قدمه. عشان كده ما بقاش عمود نار براض. بقى نقطة التقاء السماء بالارض. خطوتك. نقطة التقاء السماء بالارض كلمتك. نقطة التقاء السماء بالارض لمستك. نقطة التقاء السماء بالارض مشاعرك. نقطة التقاء السماء بالارض احلامك واشوائك ومحبتك. لو تقدم حياتك للرقب نقطة التقاء السماء بالارض هي اديك مشاعرك لمستك خطوتك كلمتك. محبتك حنانك رقفتك. ترجمة نانسي قنقر 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 لا يقول الخسي انا شجرة يا بسي لا تلعن نفسك بنفسك لا تقول انا شجرة يا بسي تموادس يقول كده لا يقول الخسي انا الشجرة يا بسي انا اعطيهم في بيتي وفي اسواري نسبا واسما افضل من البنين والبنات اعطيهم اسما ابديا لا ينقطع ابناء الغريب الذين يقترنون بالرب اللي يخدموه وليحبوا اسم الرب يحفظون السب يحفظون العلاقة اتي بهم الى جبل قدس وفرحهم في بيت صلاة محرقاتهم ودبائحهم مقبولة على من البحر رب نعظمك لانه لا يقول الخسي انا شجرة يا بسي ارفع ايدك معي مرة كمان اسمار انت ابن مثمر انت ابنة مسمرة انت غصن متطعم في شجرة جيدة حتى الغريب حتى الخسي اللي اختار انه يبقى في الكرمة يأتي بصمر بالرب يسوع يأتي بصمر فاعلن كده انك اشرة والاشرة ده هيكل والهيكل ده مليان مجدل ان انسان الروح ساكن فيه ادم الاخير ساكن فيه ادم الاخير احيا لا انا يعني ان كده احيا لا انا عشت سنين قبل كده انا بس بختار ان احيا لا انا بل انت بل ادم الاخير يحيا فيه باسم الرب يسوع يا ما اروح الحياة وانت مدرك انه لا انا مشاكلي بقت مشاكله امراضي بقت شفاءه احزاني بقت فرحه انه بيحول قصتي ما بقتش قصتي بقت قصته ايامي بقت ايامه ما اروح ما ملان حرية هذا الاعلان جواك لما تدرك انه ان القصة دي اشرة واللي ساكن فيك مليان ما بكنز وان حياتك بقت قصته وان ايامك في الارض بقت قصته بيتك بقى قصته شغلك بقى قصته وجودك في هذه البلد بقى قصته في البلد رب لي قصة في مصر رب لي قصة في شغلك رب له قصة في بيتك رب له شغل واتاري قصتك هي قصته او قصته هي قصتك انه من انتصق بالرب هو اروح واحد بعظمك يا رب بعظمك لان الموضوع ما بقاش على كتفنا اتاري احنا اللي على كتفك مش المواضيع على كتفنا اتاري احنا اللي محملين عليك من البطل محملين عليك اتاري انت حملنا شايلنا كل الايام منعثمك makan عثم رب معي من فضلك كل حياتك كل حياتك قدمها لي كل حياتك مستحق مستحق مستحق! ما خلقش! ما خلقش إنسان آلي! خلقك! ليك مشاعر! وفي المشاعر بيوزكوا بمشاعره! خلقك ليك أحلام! وفي أحلامك بيوزكوا بأحلامه! خلقك ليك شخصيّة! وفي شخصيّتك بيوزكوا بشخصيّته! خلقك! نعم يا رب بنعظّمك! 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 لأنك مش بتدوس على زراير فينا! لكن بتحب وبنلتصق بيك! ابن الغريب اللي بيقترن بيوزك! بيقترن بالحضور الإلهي! أشكرك! أشكرك! مجد ولا معان في كل هيكل موجود هنا! مجد ولا معان في كل هيكل موجود هنا! وفرّحهم في بيت صلاتي! هو ده المفروض! وفرّحهم في بيت صلاتي! وفرّحهم في بيت صلاتي! أتي بهم إلى جبل قدسي! وفرّحهم في بيت صلاتي! 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 فتسير أماما في نورك والملوك في دياء إشراطك أما علينا أما علينا تشرك شخص المري والشفاء النهادنا أما علينا تشرك شخص المري والشفاء النهادنا صوت وارسئات فوق الساحات زينات ومسد فرق بوعات صوت وارسئات فوق الساحات زينات ومد فرق بوعات هو ذا يخرج من حجلته مثل القفار نقص كفرس في حضرته قلبي سلما هو ذا يخرج من حجلته مثل القفار رق بسكفرس في حضرته قلبي سلما صوت وارسئات فوق الساحات زينات ومد فرق بوعات صوت وارسئات فوق الساحات فوق الساحات فوق الساحات زينات ومد فرق بوعات هو ذا يخرج من حجلته مثل القفار نقص كفرس في حضرته قلبي سلما هو ذا يخرج من حجلته مثل القفار نقص كفرس في حضرته قلبي سلما فوق رب رب فوق رب فوق الرب فوق المياه فاتقوا الرب يمجل يصبت حياه فوق رب بأرعب بطوط المياه مذكر رب يا مرحب رب الأعياء يقدح لهب يكسر أرض يولد كياه في هيكله عزا ومكسي خللوا يا يقدح لهب يكسر أرض يولد كياه في هيكله عزا ومكسي خللوا يا كعريس يا لنوب في وسطنا كمليك يغربوه أمامنا يا عريس يا لنوب في وسطنا كمليك يغربوه أمامنا فارربوه أمامنا صوت وأرسئات فوق الزاحات زينات ومكسي فارربوه أمامنا فارربوه أمامنا صوت وأرسئات فوق الزاحات سينات ومأتن فره هو عاد هو ذا يخرج من حقلته مثل الجفار سينات ومأتن فرق في حقلته مثل الجفار سينات ومأتن فرق في حقلته مثل الجفار من هي هادي مدينة الله عروس جميلة وزينا من هي هادي عروس يسوع هيكل الله عروس جميلة وزينا نربط ونفرعونا تب بخل أرفع أعلى نربط ونفرعونا تب بخل أرفع أعلى كعريس يا لنور في وسطنا كمليك يخربو أمامنا كعريس يا لنور في وسطنا كمليك يخربو أمامنا ارفع يدك معايا هيكل الرب مليان شفا إذن كل خلية مريضة في جسدنا باسم الرب يسوع لم يكن عاثر في وسطهم على مستوى شخصي انت وانت هيكل الله على مستوى جماعي احنا هيكل الله فعلى مستوى شخصي في شفا وعلى مستوى جماعي في شفا على مستوى شخصي في شفا وعلى مستوى جماعي في شفا الرب يتمجد في جسدك بشفا فقدم جسدك للرب جسدك اللي بيشمل مرض اللي بيشمل ضعف اللي بيشمل عجز قدم جسدك للرب قدم مشاعرك للرب شفه جسد رب كله ما شفه كل من لمسه شفه كل من لمس الرب شفه من التصق بالرب هو روح واحد جسدك هيك لله شفه كامل باسم رب يسوع كل تحليل مش بتزبطه لان شفه باسم رب يسوع كل إنسولين محتاجة يتفرز في الجسد يفرز باسم رب يسوع باسم رب يسوع شفه في الجسد باسم رب يسوع لان الجسد هيكل وهيكل الرب مليان مجد مجدوا الله في أكسدكم باسم رب يسوع فأرفض ان الهيكل بتاعك يبقى في ضعف او انحناء مكتوب ان العروس ما فيهاش غضم ما فيهاش عيب ده في القداسة باسم ما فيهاش غضم ده في الجسد مش بكرمشها باسم رب يسوع شفه كامل باسم رب يسوع غير غيرة العريس للعروس اللي هي انت لانه بيغير عليك فبيغير على صحتك بيغير على جسدك بيغير على بيتك بيغير على ولادك بيغير على خدمتك بيغير فغير غيرة الرب لانه غيرة بيت الرب أكلتني باسم رب يسوع باسم رب يسوع وقوله ربا عايز غيرتي تبقى غيرتك لانه انا حتى عايز 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 مشاعري تبقى مشاعرك عايز كل حاجة خارجة مني تبقى انت باسم رب يسوع عايز غيرت بيتك تكلني فاغار على الهيكل غار على بيتك اللي هو بيتي واغار على صحتي اللي هي الهيكل بتاعتي في اسم رب يسوع شفه كامل ابوينة السماوي اي امراض في الاحشاء اي امراض في المعدة اي اورام باسم رب يسوع اي هجمات من روح الورم ايها روح الورم ليس لك مكان في بيت الرب باسم رب يسوع اي اورام حميدة او مش حميدة اعلن ايمانك معي الان ليس لها مكان في كسد الرب فيهيكل الرب ان كل روح بيدور على بيت الاقوى بيطود القو باسم رب يسوع باسم رب يسوع اي اورام في الودد الانفاوية مش شرط ان يكون فيها مرض وحش اي ورم باسم رب يسوع ليس لك مكان في هذا الجسم موجود في القاعة دي او موجود بر القاعة باسم رب يسوع ليس لك مكان في الجسم هيكل الرب مش في هيكل الرب مليان مجد اي روح غريب اي روح مرض اي روح ضعف الرب مكتوب كان يخرج كله روح مرض وضعف من الشعب ليه لانه ده بيبقى هيكل الرب روح الله يسكن فيه اذا كله مرض وكله ضعف يترفع فوجه صلواتك ضد المرض والضعف روح مرض وضعف كان يقول يصنع خيرا ويرفع كل روح مرض وضعف من الشعب باسم الرب يسوع الارواح من هالسلطان في الارض فقط فقط ابن ادم اذا ابن ادم له سلطان على الارواح ادم الثاني هو الاقوى من اي روح شرير روح القدس اقوى من اي روح اه روح القدس اقوى وانسان الروح يستطيع ان الروح نشيت ارفع ايدك معي على بيتك على اسبوعك على مواجهاتك على تحدياتك ارفع ايدك معي واعلن انسان الروح اللي فيه مجنون اعلن هذه الاية اعلن انسان الروح مجنون هي ااية فتقدر تقولها وتضحك تقدر تقولها وتبتسم جواك انسان الروح مجنون اذا الجواك حاجة مش طبيعية انسان الروح لجواك فوق طبيعي انسان الروح قوي جدا يستطيع يستطيع لان الروح نشيت انسان الروح مجنون بالعظمك أبويا السباوي روح الله خد طريقك خد طريقك بوترس قال هؤلاء ليسوا سكارة هؤلاء ليسوا سكارة دولها مش مجنين هذا ما قيل أبي يؤيل النبي أسكب روحي على كل بني البشر مختارك إنت يا إلهي مختارك إنت يا إلهي مختار القصد فيك بأنك حياتي مختارك إنت يا إلهي مختارك إنت يا إلهي مختارك إنت يا إلهي مختار القصد فيك مختار قصد 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 فيك أختار طرق أختار أحكامك أختار وصياح بحياتي أختار وصياح بحياتي أختار أنك تملأ كل حتة فيك أختار أنك تستخدم كل رحلة فحياتي أختار أنك تملأ عناية وأفكاري أختار أنك أنت تبقى نظري أختار أشوف من خلالك أختار أفكر من خلالك أختار أني أحس من خلالك أختار أن أعيش أنت أختار أحكامك أختار وصياح بحياتي ربو لك اختار أختار طرق أختار أحكامك أختار وصياح بحياتي أختار أنك تبقى نظري اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 بالابد 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 انك صالح لانا الى الابد رحمك محبة الله الاهم نعمة ربنا يسوع المسيح شاركة وعطية روح القدوس تكون معكم تدوم فيكم من الآن والي الأبد أمين ربنا معكم اجتماع السبت اجتيماع السبت اللي جاي مش في المؤطم اجتماع السبت اللي جاي في الملك الصالح اللي حتى اللي بيتسمعونا على النت اللي اللي بيح 해� fert انه مش معظمكم بز妹 اجتماع السبت اللي جاي في المؤطم في الملك الصالح سنبعد خبر ولكن الذين يعرفون أن الناس يقول لهم أنه في الملك الصالح أمين ربنا معكم فريق الخدمة يلبس البلد